عايز اقول برضو ان السلاح اللي كان موجود في ايدينا محدش يدانا سلاح كتير يعني كان هو نفس السلاح اللي حاربنا به في 67 تقريبا هو كان نفس السلاح اللي كان في ايدينا مع اضافات مهاش كبيرة قوي لكن التدريب المحترف والخطة التي تتسم بالعلم الاعسكري الراقي واللي بيحاول دايما يجد حلوقه الغير تقليدية للمشاكل العملياتية بالغة التعقيد ودي كانت اهم حاجة في الاعداد وتنفيذ حرب اكتوبر 73 الحقيقة انا عايز اوضح لحضراتكم بعد الاعداد الضخم من كل جهة الدولة والمدنيين والعسكريين للقوات المسلحة للحرب عشان تقوط حرب 73 انا عايز اديكم بس لمحة واحدة عن الشكل العام للقوات المسلحة وانا اممكن هاخد كمثال القوات الجوية رغم هذا الاعداد الضخم الا ان القوات الجوية المصرية على سبيل المثال كانت اقل بكثير من مسيلاتها الاسرائيلية كان القوات الجوية الاسرائيلية عندها اقترات الجيل التالت فانتو موسكاي هوك طيارة فيها رادار متقدمة مدى عالي تسليح ضخم جدا متنوع فيها سوريخ رادارية سوريخ حرارية مدفع كل انواع التسليح مقرنة بهذا العصر كان اعلى التسليح موجود في العالم ودي طيارات الجيل التالت كان عندنا في القوات الجوية المصرية طيارات الجيل الاول والثاني فقط الجيل الاول الميك 17 طيارة اقل من سرعة الصوت ودي طيارات الحرب العالمية التانية ما فيهاش رادار طبعا ما فيهاش تسليح متنوع تسليحها ضعيف جدا مقرنة بالفانتو ايضا الميك 21 وهي طيارات الجيل الثاني ما فيهاش سوريخ رادارية فيها بس مجهزة بسوريخ حرارية لها بتتتبع العادم الذي يصدر من الطائرة الهدف وتروح عليه عشان تتضرب الطائرة رغم المجهود الضخمة في الاعداد ان ما زالت تسليح عنصرا حاكما مهما في المعادلة لصالح اسرائيل بصورة واضحة جدا وانا اديت مثال على القوات الجوية واللي يستعر على القوات الجوية بيستعر على كل افرع واسلحة القوات المصالحة المصرية انا اديت بس مثال فعشان كده كان اللي هيزبط المعادلة العسكرية ويضيف اليها كان المقاتل المصري من حيث الاعداد والتجهيز والتخطيط وبقول المقاتل انا بقول المقاتل من اعلى قيادة القوات المسلحة الى اصغر جندي داخل القوات المسلحة وده كان الحقيقة التخطيط كان تخطيط في منتهى الاحتراف وكان الحقيقة تميز بنقاط عديدة جدا اول نقطة انه كان يتسم بالعلم العسكري الغير نمطي دايما من دور على حل الجرى التقليدي للمشاكل بلاجة التعقيد وحد مثال اسرائيل كانت بتعتمد على نظرية في هذا الوقت نظرية الامن الاسرائيلية وهي عشان تبقى حدودها امنة تحتل ارض خارج الحدود وتستند على موانع طبعية وموانع صناعية وتعمل عليها خطة نيران وبالتالي تدمر اي عدو بالنسبة لها خارج الحدود وبالتالي تبقى حدودها امنة وهي اسمها نظرية الحدود الامنة تم تطبيقها باحتراف بالنسبة لهم وقفوا عند قناة السويس عامل عليها خطة نيران في مادة كده اسمها النبلم بتشتعل على اي وسط على الماء وعالأرض بتشتعل درجة حريطة لما بتشتعل بتتعدي الف درجة مقوية فده مانع وعليه خطة نيران الساتر الترابي وهو جبل من التراب ارتفاعها لعشرين متر زاوية مل خمسة عربين درجة عالضفة شراء القناة ايضا مانع في منتهى الصعوبة خاصة ان رمال نعمة جدا عليها اماكن لدبابات ومدافع بتضرب بالنيران اللي معد في القناة اللي وسط النبلم اللي هو مفروض انه يشتعل في خطة ثالث اسمه خط برليف وده كانت فكرة جنرال اسرائيلي اسم حيين برليف عمل خط دفاعي عدد كبير من الدوشم الحصينة عليها خطة نيران متكملة وده يعتبر الخط التالت فهنا بنتكلم على ثلاث خطوط دفاعية كل خط عليه خطة نيران متكملة تمام وده كانت مشكلة ضخمة بالنسبة لهم نسبة التأمين مع الديات 300% والنظرية اسمها نظرية حدود الامنة وهي نظرية صحيحة عشان نعمل فتحات في الساتر الترابي الخبراء في العالم قالوا انتم محتاجين كومبيلة زرية تكتيكية لكل فتحة تعملوها لا كانت عندنا ولا حد عدد الحل غير النمطي تم تصميم مضخات مياه بمواصفات خاصة ضغطها عالي جدا تسحب المياه من القناة وتندفع في الرماء للموجود على الساتر الترابي بحسابات هندسية فعدد معايا من الساعات يكون معمول فتحة باستخدام مضخات مياه زاد ضغط عالي بمواصفات خاصة فده حل غير تقليدي قيس على ذلك كل حرب 73 النقطة اللي انا عايز اأكد عليها ابحث دائما عن الحلول غير التقليدية للمشاكل بالغة التعقيد لان دي سامع عندنا وميزة كمصريين وتم اقتحام ثلاث خطوط دفعية كل خط عليه خطة النيران متكملة في زمن قياسي ست ساعات بسلاح دفاعي قديم ما يتعملش في كلام ده خالص احنا خلينا العالم كله يقف منبهر مين دول وازاي عملوا الكلام ده وكسر نظرية الامن الاسرائيلية في ست ساعات وده الحقيقة اللي خليهم ييجوا على ترابس المفاوضات ويقبلوا التفاوض وينسحوا كمان ترجمة نانسي قنقر